ضيفي بالأستوديو المستشارة الترباوية سيد عبدالحكيم زيتوني مرحبا بك مرحبا بك أستاذ يعني كيف تنظر إلى هذه الظاهرة التي وصلت حتى المرحلة الابتدائية أولا السلام عليكم ورحمة الله وحيي مشاهدين كرام من هذه القناة العتيقة وأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيما يخص سؤالكم أخي لكل شيء سبب وهناك أسباب لماذا التلاميذ يذهبون إلى الدروس خصية ما هو هكذا حبا في دروس خصية لأنها دروس خصية بالمال طبيعة الحال إذن المال للأب هذا كان أباء يدفع المال ما هو حبا في دفع المال ولكن لإنقاذ ابنهم من ضعف اسمه ضعف لما يشوف أوليده ابنه ما هوش ما لقاش يروحه في المؤسسة إذن يلجأ إلى دروس الخصوصية هي دروس دعم ولكن ليس كل درس خصوصي يعتبر درس لأن هناك دروس تجارية لما نشوف بعض دروس دعم أو دروس خصوصية تلتميات في فوج في قسم هذا ما هوش درس خصوصي يسموها تجارة مباشرة يجيب التلاميذ تلتميات تلتميات ويعطيهم درس لا دروس خصوصية هي فوج لا يمكن أن يتعدى 15 تلميات لأن لو يتعدى 15 تلميات تلك المؤسسة نفس الشيء هذه اللوة هذه أول ثانيا هناك أسباب فيداغوجية هناك أسباب تربوية لماذا التلميذ يروح دروس خصوصي لأنه ما فهمش بالمؤسسة التارو ربما نقص في أساتذة في الفعالية الأساتذة اللي يقديم الدروس أو اللي يفهم لأن التلميذ يصيب حتى الوستاذ عنده أسباب التلميذ لما يشوف يروحوا في 50 فوج ترباو 50 هو نقص نقص في ناحية فهم أو نقص يمكن ما يعندوش الأستاذ الوقت الكافي يعني هذك الناس اللي عندهم نقصين ضعف يعني ضعف شوية يتهلأ فيهم كما نقوله إحنا هناك مستويات بين التلميذ كاي اللي نجيب كاي توقع مثلا تبدأي تسعى ما يهبش تحبسا وكاي مسكين يطلب أنه يتهلأ فيه الأستاذ لأنه خاص شوية عنده ضعف شوية إذا قلنا بأنه المرحلة المتوسط والثانوي يعني وصلنا إلى درجة من القناعة إلى أنه يجب اللجوء إلى هذا النوع من الدروس خارج المؤسسات التربوية فلما نتحدث اليوم عن تلميذ يعني في مستوى المرحلة الابتدائية يلجأون إلى الدروس الخصوصية في وقت يعني ليس ببعيد كنا نتحدث على تلميذ يعني يعني يكتفيوا بالدرس في القسم ولا يحتاجون في كثير من الأحيان وكان مستوى العائلة الجزائرية يعني على درجة معينة من الثقافة ما يحتاجوش أصلا المعونة على الآباء التحهم نعم هو أولا دروس خصوصية مش بكل مواد يعني مش نقول لك عينة نعطيك عينة بعد دروس خصوصية في بعض المدارس ما يديروش كل مواد مش تروح التلميذ هذا يشوفهما الدرس مثلا التلميذ لما يشوف الأب الأب تعوي يشوفه وليده ضعيف في الفرنسية مثلا الفرنسية ما عندهمش قاعدة لأن نقولها ما نخبيوش أنها ضعف بعض الأساتذة ما تكونوش خاصة في الآوينة الأخيرة يدير مسابقة مباشرة يرح يدرس في الحقيقة الأستاذي تكون خمس سنين ما درس تكون أنا أحضرنا مدرس تكون أستاذة ليأناس لماذا؟ لتكون أستاذة خاصة علم النفس التربوي هذه علاقة يعني كيفية المعاملة مع التلميذ في ناحية الفيداغوجية وناحية التربوية وناحية النفسية أستاذ يتكون نحن نشوف بالآوينة الأخيرة العز الوزارة والعز يعني المناصب الشاغرة خاصة كل الأستاذة راح أحيل على التقاعد النسبة هذا أصبحت مناصب الشاغرة الوزارة وش الدير ما نقدرش نستلم عندها ما دارس تكوين كثيرة يا ربي لا يعدونا الأصبع إذن لاجأت إلى المسابقات مسابقات روح أربحت مسابقة روح أنت تقري ونكونك هذا ما كانش منها نجل يتكون قبل ما يرح يأدي الدرس إذن دخلوا الأستاذ الشباب والشاب هذا ما عندوش طريقة توصيل معنوك كما تجربة تروح مثلا المدرس ابتدائية تلقى هناك فرق ما بين الأستاذة هناك أستاذة عندهم تجربة كفاءة تلقى الأستاذة يروح أولياء يضاربوا مع المدير قال خليني في هذا القسم لأن القسم هذا أو في اختيار خاصة الفوج تأسنا خمسة يروح للشهادة يجب الأستاذ يكون ذو كفاءة هناك بعض أستاذ ضعف إذن الضحف هذاك زيادة عند بعض المشاكل لماذا الفوج فيه خمسين والأستاذ جديد وضعيف إذن هذه الأسباب كلها جعلت بعض الأولياء بش يدولدهم إلى دروس خصية لم تكن فيها مجموعة قليلة عشر ويجيبهم أستاذ يعني الدروس ما يخبالك باللي دروس هذه المدارس الخاصة يختارون أحسن أستاذة ما وش كلهم طيب هذا الشي ليفتح الباب أمام بعض الأستاذ سمحهم الله يعني يلجأون إلى استغلال هذا النقص أو هذا الظاهرة وتوسحها في المؤسسات التربوية ويلجأون إلى ربما اعتماد الدروس الخصوصية كمهنة يعني مهنة رئيسية ويكون التعليم في المؤسسة التربوية كأمر يكون جانبي في بعض الأحيان نسمعه حتى عن أستاذة يتغيبون في المؤسسة التربوية ليغطون ربما الدروس الخصوصية نعم هذه الدخلة في تربية الأستاذ هذاك أنا نشوف الأستاذ ليستعمل دروس كتجارة هذا ما وش أستاذ وأنصح التلاميذ أنا ما يروح أول ما يسمع الأستاذ داخل القسم أنا كأستاذ عندي في القسم كما سمعت واحد البارح قالوا لي أعطى لهم السؤال ما جاوبوش قالوا لي يحب الإجابة يجي لي المضاعس آخر هذا ما وش أستاذ هذا استعمال يعني يستغل فرصة اللي رح يدخل لا هذا أولا دروس خصية كذلك مش ننصح المدارس اللي رح يدروا هذا الدروس خصية المدارس دان أن لا يلجأون الأستاذ اللي رح يقروا رح المتقاعدين يا أخي عندهم كفاءة بما يلزم يجي قري وعنده الوقت وعنده يحضر التلاميذ كذلك لأنه لو يقري يحضر التلاميذ المؤسس تعه ولا يروح لدروس خصية تحضير لا أنصح التلاميذ ما يروحوش عن الأستاذ لا كان أستاذ عندهم كفاءة وعندهم أقدامية 40 سنة 38 سنة كان بعض المدارس كذلك المدارس هذه كان بعض المدارس ميش تجارية تخدم وعندهم نتائج باهضة كذلك المدارس معروفة لا نقول لكي لا ندري فبليسيتي لا نزم لهم ولكن يعني المطلوب هو التحري قبل ربما اللجوء إلى أي أستاذ لأعتماده في دروس خصية أنصح الأولياء أولا إذا حبوا يروحوا للدروس خصية لأنه يمكن أن نقول له ما ترح للدروس خصية يلجأ أنصح أولا اختيار أستاذ ذو كفاءة كبيرة ثانيا ليس يكون مدارس يدري الدروس خصية كان مدارس تجارية ما عندهم نتائج ما عندهم موال زيادة على ذلك إذا كان فوج ترباو فيه بلس دو كنز بلس دو غير ما تدر لوليدك أنا أنا مدام أنه خمسين تلميذ رح يزيد يفهم ما يقدر شي يفهم ما يكون درس خاص ما يقدر شي يستوع بالتلميذ لما يكون كثافة الفوج يعني الفوج فيه طلب خمسين إذا هنا الأستاذ ما يقدر شفنا أستاذ ظاهرة جديدة كذلك في الدروس الخصوصية أصبح الأساتذة بما أنه يبدأوا في فترة تسبق الدخول للمدرسية الرسمي يبدأوا في الدروس تأسنة قبل تدريسها في القسم يعني كثير من تلميذ يتلقون الدروس في الأقسام الخاصة قبل ما يروحوا للمؤسسات تربوية هي هناك بعض المدارس الخاصة ويش يستقبلون التلاميذ في أوت لماذا باش يديروا مراجعة للسنة السابقة باش يسجلوا أولا تانيا الأستاذ باش يحضر نفسه كان بعض الساتذة يعني يحضروا التلاميذ يستقبلهم كان منافسة بين بعض المدارس أنا نقول كان منافسة فيما يخص النتائج الآن أصبحت مدارس خاصة هذه ظاهرة صحية هذه حجم لها لكن تكلموا على اللي يسبقوا بالدروس يعني درس جديد على السنة الجديدة يبدأ قبل المؤسسة تربوية أنا ما شفت كيف تلميذ يروح يقرأ في أود كيف نقرأ واش من المادة أنا ما زل ما بديت السنة الدراسية على الأقل نقرأ شهر ونشوف المادة نقرأ دروس خاصة وشهر نقرأ لأخر كما واحد الولي قال ندير كل شي الوليدي كل شي الوليدي لا وليدي كذا استعربوا حتى عنده بعض الأوقات للترفيه يبتح فيهم لازم يروح كذلك من بين النقاط المطر يعني الكثير من الأولياء يضغطون حتى التلاميذ خصوصا في الأقسم النهائية في الكنان رح يعني في النهاية القروح وقته كامل منشغل في الدراسة بين المؤسسة التربوية والدروس الخصوصية لابد أنا عندي وليدي قال وليدي أقرأ ونشوف المادة ليرك فيها ونشوف ماشي كل أستاذة ضعر ونشوف أستاذ ضعيف معه وشي فهم وليدي ونقس على أسكل فوج تربوي قعره يعني ونشوف أسكل مشكلة في وليدي ولا في الأستاذ أو في الفوج بعد قبل اللجول ليرك لما نشوف وليدي ضعيف في المادة الرياضية ونشوف أسكل صح نحضر مع الأستاذ أولا لماذا وليدي رح ضعيف قال يا ودي وليدي كناقص بالصح لما نشوف الزمانات وقعضها ونشوف مستوى التلميذ هابط نقول مشكلة الأستاذ ما مشكلة التلاميذ بصح لما نشوف أنا وليدي برك هو اللي ضعيف والتلاميذ هنالش نلجأ هنالجأ درس خصية لما شوف وليدي ما يستوعبش لازم له درس خاص لازم دعم كما نقول احنا ولكن لما نقول دعم لازم يكون الأستاذ اللي رح ندله الدعم أفضل من أستاذ المؤسس هاكدك ما يسميش دعم أنا كي نجيب له نفس المستوى شفنا كذلك أستاذ أنه مع كثرة هذا الدروس الخصوصية ولأصبحت اليوم ظاهرة أصبحوا بعض التلاميذ يستغنوا على مقاعد الدراسة في كثير من أحيان ويلجأوا إلى الدروس الخصوصية لأنهم يشوفوا أنه هي الصح خصوصا مع نهاية السنة وهذا يكثر في الأقسام النهائية كذلك أنا شفت بعض التلاميذ كان بعض التلاميذ يغيب من المؤسسة يعني هو عنده أوقات بشي يكون فارغ للوقت تاعه وليه يبحث على وقت فارغ ما ويش قضية كان بعض الأسات إذا ما شاء الله في التنوية ما يحضروا لش والله يقول كأنه نشوف الدرس نروح نروح الدرس خصية ونتفرغ وقتي كامل هذا العيب هذه أول ثاني هذه المؤسسات اللي طريقة تعجيل بتلميذ المؤسسات نزم هنا الوزارة نزم تدير حل لماذا حل نعطيهم حل بسيط جدا هو حساب دراسة نقطة علامة في الباكالوريا يعني يولوا يلجؤون إلى البطاقة التركيبية حتى نقطة السلوك والغيابات تدخل في الباكالوريا شوف التلميذ إذا ما كانش ينضبط بصفة جيدة دخل المؤسسات هذه نتائج تكون فيها نتائج جيدة في الناحية هذه خاصة لو كنا العلامات تع السلوك والغيابات دخلها هنا الخوف برك اللي رح يوقع أن الأساتذة يستعملوا العلامات هذه تجارة قال لي ما نش عارف نعطي العلامات سعدوا في الباك هذا الخوف من هذا الجانب فقط وإنما بطاقات تركيبية فائدة كبيرة لا هيك عن دور الأستاذ في جذب يعني تلمي لأنه في وقت نحنا كنا كائن أساتذة نحب أن نكون معهم حتى مع نهاية سنة نتمسكه بآخر حصة تكون أنا منصح الأساتذة كمزمان الأستاذ يدخل ما وش استاذ برك تعليم كائن تعليم والتربية التعليم وزارة التربية لم يطال ومش وزارة تعليم فقط تعليم والتربية تعليم وحده نعلم ولكن نربي في أن لما الأستاذ يدخل ويحكم هذا كل استيلو أبي كان طابلو درسنا اليوم حول كده وكده ولا كلمة تعطربية كنا نقرع والأستاذ ندخل كانت حصص يعني تروح فقط في التربية في التربية كان يخصص على الأقل عشد قائح قال لأوليد سلوالك هقدم قطع هذا الظاهرة تعطرك يجيو من سلوالهم قطع كامل من شعف لموضة كما يقولون ولكن هذاك ليس لبس مؤسسة ليس لجيو من قطع ودلي كان مئزر قال مئزر تعكي ولدي خير وانت شعرك هكذا مغوف الأولاد يعني يعطيهم أشياء حول تربية حول يشارك الآباء في تربية الأولاد هذا أنت ركال أستاذ أوصلا ما وش مكوون هذا الشيء يجي شاب وكثير من الأحيان يكون يعني يكون متقارب في السن مع التلاميذ وهذا الشيء قادر والله غير ننصح بعض الأساتذان ندخل لنا كتف التانوية يش أستاذ دارين على التلاميذ يسيخ يضعكم يلعب واحد يش بدون منه يعني الأستاذ هي من شخصية روحه وهذه شخصية باش تكون موش بالفورت بالخشون لا هي بجلب التلاميذ بطريقة تربوية كما نقول احنا يكلهم مخمباش بالتربية قال يضرب قدوة نعم يكون قدوة ويكون أخ وأب تركنا نشوف الأساتذان عدف خرج جيب بابك هذه الأمور الأب هذا مش كل دقيقة كما قال لأحد الأستاذ روح جيب بابك جيب حتى جالي أب ويش قال لي في المكتب قال لي مناشيخ دولي شامبرا معك تناوية مكلة الرايح جاي أنا مدى ولدي لا إنسان لابد من الطريقة وهذه الطريقة هي علم النفس التربوي اللي رهم يدرسوها في مدارس تكوين تكوين الأستاذة اللي ما عندها مش هذ الأستاذة اللي أربح مسابقة ويجي قري ما عندوش كيفية المعاملة كيف شي تعامل زيد على أنه الشاب جاء وعندو نفس تقريبا نفس السن نفس السن طيب هذا هذا يخلينا ولو أنه الأمر بعيد نوعا ما لكن عندو علاقة وطيدة بالتكوين الأستاذة ومواصلة التكوين الأستاذة في مصرهم المياني دور المدير المدير المؤسسة التربوية المدير هو إداري يدير وش معت مدير ما عندو علاقة تربوية نعم تربية التلاميين خاصة تفتوجيه يدخل يدير العالم السلام عليكم راح المدير ما كان شو يبقى المراقب العام والمساعدين التربويين والمشرفين التربويين يتخبطون مع المشاكل الإدار لا المدير لا بد من هناك جلسات مع الأستاذة التنسيق مع الأستاذة كيفية المعاملة كيفية ضبط للغيابات كيفية ضبط حتى تحرك التلاميذ لأن بعض الأستاذة يشكون من كترة الأفواج خاصة المدير هنا يطلب فتح أفواج خاصة مثلا ينحي الضغط على الأخير كيفية تحكم في تقسيم الأفواج وإسناد خاصة الإسناد إسناد الأفواج إلى الأستاذة كيفية بعض المدير يسمحهم الله يدير وش يخرج نو وش يخرج التنميل أنا كنلقى ضعف في بعض الأستاذة ما نعطيش ترمينال ما نعطيش السنوات النهائية السنة النهائية بش التنميل ما يهربش انتاكين بعض الأستاذة قدموا وش يقولوا الشيخ المدير الشيخ المدير رحم والدك عفيني من السنوية الباكالوريا لأنه الله عرف فيهم خدمة أعطيني السنة أولى هروبا هنا لما التنميل يدخل يلقى أستاذ جديد جاء من موسف قال هذا شكون ورع الأستاذ اللي قراني ورع الأستاذ نعم كي أستاذة عنده كفاءة كفاءة عالية أعطيهم يا أخي أقسام امتحان أعطيهم باكالوريا أعطيهم تأسان الرابعة المتوسط بش يكونوا التلاميذ باش ما يهربوش خاصة دول خصوية لماذا خاصة تأمتحانات 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 رسمية نعم شكرا لك أستاذ عبد الحاكيم لنزيتوني كنت أضيفي هذه الصباح شكرا لك